عزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزي عنها اول ما اسمع علم النفس او اول ما اقول لانسان انا مدرس علم النفس على طول اول حاجة تتبادر الى ذهنه هو موضوع الشخصية يقول لي اكيد هتعرف بقى شخصيتي او العلم بتاعي بازن الله هيعرفني شخصيتي نخلي بقى لنا عزقنا طلبة ان مفهوم الشخصية شغل بال كثير من الناس مفهوم الشخصية من الموضوعات الهامة جدا واللي انا بقول عليها من الموضوعات المعقدة جدا في مادة علم النفس مش المادة عندنا يعني مش موضوع معقد مش هنذاكره او مش هقدر تذاكره لا الموصول هنا عند ايه ان مفهومه مش مفهوم بالسهول الانسان يقدر يتوصل اليه وده اللي عندنا بقوله النهاردة في بداية حلقتنا ان مفهوم الشخصية او مصطلح الشخصية شغل كثير من الناس ولم يتحدد معنى محدد للشخصية او تعريف محدد للشخصية وعلى فكرة هذا دأ بجميع المصطلحات عندنا في المواد بتاعتنا المواد النظرية بنلاقي المصطلح بيختلف حول العلماء بجد ليه اكثر من تعريف النهاردة موضوعنا الشخصية الشخصية بتاعت الانسان الشخصية الانطوقية والشخصية الانبساطية الاجتماعية والشخصية القوية والشخصية الضعيفة بنسمع الكلام ده كتير جدا ان الشخصية عندنا عبارة عن ايه ان ده شخص شخصته قوية والشخص التاني شخصته ضعيفة وده انبساطي وده انطوائي وده الى الى اخره لكن الشخصية من الموضوعات الهمة جدا هنعرف ان شاء الله ايه معنى الشخصية ولكن بعد فاصل قصير جدا زال طلب عجالكو بعد الفاصل وقبل الفاصل كنت اقول ان الشخصية من الموضوعات الهمة جدا الا على علم النفس او عالم النفس ان يهتم به انا عندي هنا بنقول ان الشخصية درسها كثير من العلوم او درستها كثير من العلوم لكن مش حدرس بقى العلوم ودراستها وتناولها للشخصية أنا النهاردة موضوعي ومادتي علم النفس عايز أعرف بقى المرضود النفسي أو علم النفس كيف نظر علم النفس إلى الشخصية أولاً للعلماء اختلفوا حول مفهوم الشخصية اختلفوا حول مفهوم الشخصية أو معنى الشخصية نتيجة الزاوية اللي كل عالم تناول بها الشخصية أنا ممكن أتناول مثلاً موضوع من جانب معين غير يتناولوا من جانب آخر لذلك بنقول أن مفهوم الشخصية اختلف العلماء حوله طيب سؤال في الامتحان ممكن يجيلي بجزئية بسيطة أوي أو جزء من سؤال يقول لماذا اختلف العلماء حول مفهوم الشخصية طبعاً إجابته هنا بسيطة جداً وده من السؤال يجيلي كله كده آخر السنة ده سؤال يعطيه البسيط أوي هنا طبعاً بنقول دي أسئلة أو سؤال يتناسب مع اللي احنا قلناه منذ قليل اللي يبقى إن احنا عندنا بنقول مفهوم الشخصية اختلف العلماء حوله نتيجة إن كل عالم تناول الشخصية من زاوية أو من جانب معين نمسك أول زاوية أو أول جانب العلماء اتكلموا عنها في علم النفس أول زاوية بنقول مفهوم الشخصية كمثير ايه معنى كلمة مفهوم الشخصية كمثير؟ آه كلمة مثير يعني بيأثر يعني عندنا هنا ممكن أقول إن الشخصية بتاعتنا أو بتاعت أي إنسان بتأثر في الآخرين في بعض الناس شافوا كده إن الشخصية عبارة عن تأثيري في الآخرين طبعا نخلي بالنا احنا كل مفهوم نتوقف عنده قليلا مش عايزة أقول إن التعريف ده أو المعنى ده هو ده المعنى العلمي للشخصية أنا بقول دلوقتي في بعض الناس شافت إن الشخصية عبارة عن إيه؟ عبارة عن تأثيري في الآخرين فتلاقي عندنا في جزء أفر منك بتقول إيه؟ الشخصية كمثير أو المفهوم لعلم النفس عن الشخصية إن الشخصية ببساطة بتأثر الشخصية مسير بعدين عشان يقول بقى إيه؟ الشخصية كمثير بتختلف هنا طبعا الشخصية كمثير من الشخصية لآخر الشخصية مسير إيه؟ قال لك ما يمتلك الفرض من مظاهر خارجية بتؤثر على الآخرين تاني الشخصية عبارة عن إيه؟ ما أمتلكه أو غير يمتلكه في التأثير على الآخرين ده بعض الناس شافت كده من ضمن العلماء اللي قالوا الكلام ده عالم نفس اسمه فيلمينج العالم ده قال إيه؟ قال إن الشخصية عبارة عن مجموعة الأفعال اللي بتأثر في الآخرين يبقى عندي فيه عالم نفس قال إن الشخصية عبارة عن إيه؟ مجموعة الأفعال اللي بتأثر على الآخرين أو في الآخرين ده أول وجهة نظر هي شايفة كده شايفة إيه؟ إن الشخصية بتأثر ده الشخصية كمثير أنا حأسلم بالكلام ده كل تعريف للشخصية أو مفهوم للشخصية وكل عالم أو مجموعة علماء اتطفقوا على هذا المعنى هنمشي معهم لغاية الآخر يبقى أول معنى يقول إيه؟ الشخصية مصير يعني الشخصية بتأثر في الناس هنا يصل لنا بقى سؤال يتبضر للزهن أول سؤال معايا الآن يتبضر إلى ذهني اللي عندنا في الناس نسمناها التعقيب أو التعليق على هذا المعنى لو أنا حأسلم مع فيلمينج ومع غيره من العلماء أو مع غيره من الناس اللي شايفة الشخصية بتأثر الشخصية مصير أنا حأسلم بذلك في نقطة هنا هي الشخصية عبارة عن مظهر بس خارجي؟ ده سؤال لو طالب الآن بدأ يقول الكلام ده مع نفسه هل الشخصية شكل الخارجي؟ لو حأسلم بكده الشخصية مش كده الشخصية جزء منها أي نعم لأنكر الشكل الخارجي ده جزء منها لكن مش كل الشخصية الشكل الخارجي لو الشكل الخارجي اللي هي تأثير في الناس أنا بجد الإنسان ممكن يكون ظاهره غير باطنه هل الشخصية هي شكل خارجي؟ يعني مظهري؟ يعني طولي ووزني وملمحي وصماري أو بياضي أو عيني خضره؟ هو دي الشخصية؟ أكيد طبعا أكرر من الناس أقوله من دي الشخصية؟ ده المظهر الخارجي يبقى أول تعقب لنا على الناس أو العلماء اللي بيقولوا إن الشخصية هي مسير يعني درجة تأثير في الناس أو تأثير في الآخرين أو على الآخرين هأعقب على الكلام ده أقول الشخصية ليست مظهر خارجي يبقى التعقب بتاعه هنا إيه؟ إن التعريف الأول أو المفهوم الأول للشخصية كمسير نسي التنظيم الداخلي للشخصية ببساطة يعني اتكلم عن إيه؟ اتكلم عن الخارج ما تكلمش عن الداخل يكون ده من عشر دوقتي بنقول أهو التعقب بتاعنا الأولاني بيقول إن التعريف الأولاني للشخصية كمثير أهمل التنظيم الداخلي للفرض بمعنى إيه؟ بيجعل حكمنا على الشخصية متوقف على السمعة وعلى الشكل الخارجي والتقديرات الخاطئة ده التعليق بتاعنا بمعنى إيه؟ بمعنى إحنا قلنا منذ قليل لو أنا حقق أسلم مع الناس اللي قالت العلماء الأجلال اللي قالوا الزاوية اللي تنقل فيها العلماء تلك التعريف أو هذا المفهوم الشخصية هي الشكل الخارجي طب وفين بقى الشكل الداخلي؟ فين الجانب الانفعالي للشخصية؟ فين الجانب الوراصي للشخصية؟ فين الجانب العقلي وتفكيري؟ كل ده موجود عندي يبقى أول تعريف أو أول مفهوم أغفل التنظيم الداخلي للشخصية وكمان قال إن الشخصية عبارة عن سمعتي اللي أنا بين الناس موجود بيها فالشخص ده هو شخص كويس وده الشخص ده مش كويس والشخص ده هو محترم وده غير محترم ده الشكل الخارجي للشخصية الشخصية هي أعمق من ذلك بكثير ولكن نخلي بالنا لا ننكر إن في جزء من الشخصية بالفعل هو الجزء الخارجي منها الشكل الظاهري لكن مش كلها الشكل الظاهري قادي أول مفهوم الشخصية الشخصية كمثير طب ده أول زاوية هل هناك زاوية أخرى العلماء تنوروا بها أيضا الشخصية طبعا هناك بعض العلماء قالوا الشخصية استجابة يعني استجابة بقى يعني استجابة للآخرين فقدمنا ظهر عشرة بنقول الشخصية كاستجابة تتحدد الشخصية بتاعت الفرد في ضوء استجابته للمثيرات يعني إيه؟ يعني اسلوبه في توافقه وانسجامه مع الظواهر الاجتماعية في البيئة خلي بالنا هنا ده معنى الشخصية الشخصية كاستجابة معناها إيه؟ إننا بتأثر بالآخرين ده عكس الأولانية عكس المفهوم الأول للشخصية إن الشخصية مسير لا ودوقتي الشخصية إيه؟ استجابة يا أستجابة يا أستجابة ولا مسير أنا الآن بتناول جميع الزوايا التي تناولها علماء النفس هي مسير ولا استجابة حنعرف بعد قليل لكن أنا عايز أعرف الآن مسير عرفنا لو حسلم بيها عرفنا نضجد بتاعها طب دوقتي أنا أقول بقى شخصيتي عبارة عن استجابتي يعني إيه بقى مش رد فعلي ولا رد فعلي رد فعلي بمعنى إيه؟ أنا استجابة المواقف إزاي؟ وخلي بقى نمكين حاجة قلناها منذ قيعة على الشاشة بتقول إيه؟ واستجابتي للظواهر الاجتماعية يعني راكت بالناس مش استجابتي للظواهر الطبيعية مش للطاقس والحرارة والموقع الجغرافي اللي أنا فيه لأ أنا بتكلم الشخصية يعني تأثري بالآخرين الأخير هم مين؟ اللي حوالي أسرتي الأسرة كبيرة البادلة اللي موجود فيها لذلك بنجد إن هناك مثلا نسميها الشخصية المتحدة نتيجة مجتمع متحدد الشخصية المتأخرة أو المتخلفة أحيان بنسميها كده ده بنعضي الناس بقولوا كده مش ده معنى مش أنواع شخصية أنا بقول بعض الناس بيقولوا الكلام ده شخصية متخلفة ليه يقولك قس المجتمع البيئة متخلفة إيه البيئة المتخلفة؟ البيئة معناها بباشر معادل مثلا بباشر بترول؟ لأ المجتمع نفسه تفكيره طريقة تفكيره مش حسنة مش منطقية مش إيجابية بنسميه إنسان متخلف ده بعض الناس بقولوا كده مش ده التعريف العلمي مش هاسمها إنسان متخلف الشخصية يقول بعض الناس بيقلوه يبقى تقالت هنا ليه تقالت نتيجة إن المجتمع أصرفية يبقى أصبحت أنا استجبت للبيئة إزاي لو أنا في بيئة متحضرة ببقى إنسان متحضر في بيئة عكس ذلك أصبحت زي البيئة اللي أنا شأت فيها يبقى أصبح الإنسان هنا شخصيته إيه هي استجابتي للآخرين أنا برضو هقول إن الكلام ده إلى الآن مع اللي قالوه هافترض أنه صح زي ما قلنا في الأول برضو الناس قالوا الشخصية مسير افترضت معهم الشخصية مسير ووجدنا بعض النجد الموجه للشخصية مسير الشخصية استجابة استجابتي للسجابة بتاعت هنا هل هي بقى واحدة في كل المواقف ده سؤال نخلي بالنا استجابة الشخص للمواقف واحدة إجابة على طول حلقية عند الطالب الآن والمستمع إلي والمشاهد هيقول لي لا استجابتي بتختلف أنا ممكن مكون مثلا في موقف ما طالب قدامي في الفصل عمل موقف ما ممكن موقفه يعدي مش كده ده استجابته قال رد فعلي إيه عدت المواقف لا إسم الأسباب والمواقف كتير جدا والأنواع كتير جدا ممكن طالب تاني يعمل نفس التصرف ألاقي رد فعلي مختلف يبقى رد الفعل المفترض مش الشخصية واحدة يعني شخصية يعني واحدة يعني المفترض ردود فعلي كلها تكون واحدة الواقع بيقول الشخصية مش كده ناخد بعد شوية بإذن الله الشخصية هي حاجة دينامية هي مش حاجة سابتة هي مش عبارة عن قالب جامد إن كل تصرفاتي في كل مواقفي واحدة لا يا أساس أنت الموضوع صعبت علينا قوي قلت لي الشخصية مسير هي مش كده إن لم يكن هي جزء منها الشخصية مسير آه لكن مش كلها مسير واتفقنا معك على كده رجعنا بعد شوية قلت لنا الشخصية استجابة يعني رد فعلي للآخرين المحيطين بيا بنسميه المحيط الاجتماعي أو الزوار الاجتماعي ويسلمنا معك بعد كده رجعنا تقول لنا إن الشخصية ليست استجابة نخلي بالنا الشخصية مش كلها استجابة لكن جزء منها استجابة الكلام يا أستاذ الصعب لأ ما الصعبش ولا حاجة الشخصية مسير صح مش خطأ لكن مش كلها كده ميدي الشخصية الشخصية أعقد من كده الشخصية أعمق من كده جزء منها مسير الشخصية استجابة آه استجابة بس مش الشخصية كلها استجابتي بدليل ونالي منذ قليل بدليل إن الشخص استجاباته بتختلف من موقف لموقف مع ان الشخصية المفترض بتكون حاجة لحد ما سابتة سابت طبعا مش مطلق ولكن سابتة لحد كبير لكن اجد الشخص ردود فعله للمواقف مختلفة بشكل كبير يبقى سلم مع الشخصية كاستجابة اجد لها تعقيد يمكن شرحناه كتير من الطلبة بيحبوا قوي قوي بعد ما يسمعوا يشوفوا او يركزوا بحاجة قدامهم بقعدين على الشاشة كده ونشوف معنى الشخصية استجابة ايه هنا بنقول شخصية استجابة استجابتي للمسيرات وخلي بالنا المسيرات هنا معناها المسيرات الاجتماعية يعني اسلوب توافقه وانسجامه مع الظواهر الاجتماعية في البيئة انا بيئة البيئة الاجتماعية طبعا هنا التعقيب قدامنا او التعليق لنا على الشخصية كاستجابة بنقول صعوبة الوصول لحكم محدد وموضوعي على الشخصية طب ليه؟ رقم اتنين بيتوضع رقم واحد نتيجة اختلاف استجابات الفرض من فترة اخرى ومن موقف لاخر رغم ثبات المثير ايه معنى الكلام ده؟ قلناه منذ قليل نعيده تاني معلشي هنا بنقول ان الشخص استجابته بتختلف من فترة لفترة من موقف لاخر نفس الطالب عمل معايا نفس الحركة بعد فترة الاولانية استجابتي كانت مختلفة عن التانية لإيه السبب؟ اسباب كثيرة جدا قد اكون في المرة الاولانية هادي فيش حجم دايقاني في المرة التانية كان فيه حجم دايقاني الشخصية كده بتتأثر بتتأثر بالواقع الاجتماعي او البيئة الاجتماعية يبقى الشخص الواحد تتصرف معايا تصرف هو هو بعد فترة كان استجابتي مش نفس الاستجابة ممكن اجد استجابتي اختلف من فرض الفرض نفس الموقف حصل من شخصين مختلفين دايما قلنا منذ قليل طالب اعمل معايا حاجة كان رد فعلي مختلف عن طالب تاني الشخصية لو قلت بقى الشخصية كاستجابة مالاش حده بالشكل ده ليه اصبح التعريف الموضوعي يعني الواقعي ليه المحدد ليه من الصعوبة احدده باستجابة الاخرين لاختلاف استجاباتي او ردود افعالي للمواقف المختلفة وايضا الافراد المختلفة يبقى تناولنا معنى او مفهوم او زاوية الشخصية اولا كمسير ومرة تانية خدناها كاستجابة يبقى فيه ناس درسوها او قالوا او وجهة نظرهم الزاوية بتاعتهم الشخصية هي درجة تأثير في الاخرين ناس تانية علماء اخرين شايفين هي درجة استجابتي للاخرين رد فعال الاخرين ايه وعلقنا على كل واحد منهم قلنا الاولانية مش خطأ تماما ولا التانية خطأ تماما الشخصية مسير او مسير بس مش كلها مسير الشخصية استجابة اه استجابة بس مش كلها استجابة مش هيد الشخصية بشكل موضوعي المال الشخصية ايه نصل مع بعضينا بقى الى اخر زاوية واخر معنى للشخصية الشخصية هنا كمفهوم بقى دينامي او قطنزيم داخلي هدونا عشاء ونشوف الشخصية تنزيم داخلي ايه بقى التنزيم الداخلي هنقولها كده بشكل مبسط الاول احنا قلنا في الاول الشخصية مسير تأثيري في الاخرين قلنا تعليق عليه يعني مش هي بالفعل او كده المفهوم التاني استجابة قلنا جزء منها استجابتي رد فعلي بس مش اوي كده ايه مش اوي مش اوي يا استاذ يعني ايه الشخصية عزقنا الطلبة هي عبارة عن شيء جواية بعبر عنه اللي جواية ده اللي هي شخصيتي اتكونت ازاي اه ده نتيجة تفاعلات كثيرة البيئة جزء منها تفكيري جزء منها انفعلاتي جزء منها المجتمع جزء منها شكل الخارجي جزء منها ايه جزء جزء اه طبعا الشخصية عبارة عن تنظيم داخلي تنظيم يعني ايه يعني اشياء كثيرة محددات كثيرة بتؤثر في بعضها البعض لتكون شخصية الانسان من الصعوبة جدا جدا احدد الشخصية بجانب واحد من اللي انا قلت كل ده انا قلت جانب اجتماعي بيأثر في الشخصية وجانب عقلي وجانب جسم وجانب انفعالي كله كله ده يأثر في مين في الشخصية عشان في الاخر تكون شخصية انسان شخصية ايمن شخصية محمد شخصية سناء شخصية عفاف شخصية عبدالرحمن شخصية عمر دي شخصيات كلها عبارة عن ايه عبارة عن انواع تنظيمات خارجية تنظيمات خارجية جزء منها وجزء منها داخلي الشخصية اساسها عبارة عن تفاعل دينامي لا اكثر من حاجة في الآخر بلاقي ظهرت شخصية الإنسان لذلك بنقول ونخلي بالنا من الصعوبة أحدد شخصية أي إنسان لمجرد أعدى وسطة معاه والكلام دي على فكرة حتى بنقوله في عادة البلد بتاعتنا بعضين عادي كده ببساطة يقولك عرفت فلان قولك عرفت يقوله عشرته يقولك لا يقوله ما عرفتهش تاني فلان عرفته آه عرفه عرفته منين كنت قاعد معاه باره عرفت شخصيته قوية ضعيفة أقوله أنت يعني من قاعدة عرفت الشخصية ده أنا عندي علم النفس عشان يحدد شخصية إنسان مش من قاعدة مش من جلسة ده عايز جلسات عشان قدر أحدد بالفعل شخصيته إيه مش من السهولة جدا انشاء قدر تحدد بالشكل ده لا مش من السهولة تحدد لكن من الصعوبة فيها صعوبة ولكن بالقول مش استحال قدر أحدد أنا عندنا علم النفس يقدر يحدد شخصية الإنسان بس بعد جالسات كثيرة جدا مش مجرد قعدة ليه حقوله بالبلد دي عرفت فلان يقولك عرفته يقولك عشرته يقولك اه يقولك ما عرفتهش لازم تعشره ما عليش يعنيه عشره بقى يعني نقط مع فترة كبيرة يعني مش من موقف بس احدد شخصيته ده يجد الكلام ده عندنا في الحياة دخلت على مديري مثلا عايز منه اجازة قدمت له طلب لموقف ما لسبب ما المدير رفض ورفض بشدة لسبب ما ما عرفش ايه السبب خرقت من عنده بقول ده شخصية صراحة مستفزة كان رأيي فيه كده بقولك اكلم على شخصيته مش على شكله شخصيته اجد انسان تاني يقولي لا 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 ازاي الكلام ده ده راجل يعني فوق الوصف الكلام هنا والرأي متناقض واحد بقول حاجة والتاني عكسها ليه لان الشخص اللي قدامي اللي انا المدير بتاع في المثال بتاعنا لما طردت منه الاجازة كان في موقف معين الشخص التاني لما طلب نفس الطلب في وقت تاني كان الموقف بالنسبة للمدير مختلف كان هادي مثلا هي الشخصية هنا بقى الاولانية ولا التانية قد تكون واحدة من الاثنين قد تكون امتزاج الاثنين معا مين يقدر يعرفها بقى زي ما قلنا من شوية مش من موقف اقدر احدد شخصية اللي امامي انا محتاج ايه محتاج وقت طبعا الوقت انا ممكن كانسان عادي اخد وقت كبير جدا شهور و سنين مثلا لكن علماء النفس بعلم بقى يعني معهم مبادئ وقسس ماشيين عليها يقدروا يحددوا شخصية اللي امامهم من عدة جلسات بسيطة بعلم بقى علم اسمه علم النفس يبقى الان وصلنا الى المفهوم التالت للشخصية هو الشخصية كمفهوم او كتنظيم داخلي وانتنا عشانك هل نشوف بقى الكلام ده بيقول ايه العلم بتاعنا او المادة بتاعتنا عادينا نشوف يقول ايه ان الشخصية تنظيم داينامي داخل الفرض لجميع اجهزته النفس جسمية الذي يملي على الفرض طابعه الخاص والمميز له في السلوك والفكر تاني هنا تعريف الشخصية كتنظيم داخلي بيقول هي تنظيم داينامي تعريف جولي الالبرت داخل الفرض لجميع اجهزته النفس جسمية الذي يملي على الفرض طابعه الخاص والمميز له في السلوك والتفكير الكلام دا قلناه منذ قليل ان عبارة عن ايه عبارة عن جزء منها انفعالي نفسي الشخصية جزء منها جسمي مظاهر خارجي لا انكر جزء منها اجتماعي الى اخره مش عالة على الجزئية دي بشكل مبسط ودي جزئية اثرائية يعني ايه يعني معلومة مش في المادة عندنا بس بتفدني في المادة جدا فهم المادة بنسمع كتير اتنين بيتكلموا عن بعضيهم او مع بعضيهم عن واحد تالت فاكر فلان اللي كان معنا في المدرسة اقول له الصراحة مش فاكره فلان مين الاسم مش متذكره اوي يقول لي فلان اللي كان طويل اوي ده خلي بالنا انا جايز بحدد شخصية انسان بقول لي اللي كان طويل اللي كان صوير اللي كان اللي كان الشخصية هنا عزقنا الطلبة هل بالفعل هي شكل خارجي بس اقول في البلدي ايه او بالعام ايه بينقول في حياتنا العادية الشخص بشكله طبعا ده مختلف عن الشخصية خالص بس اقول كده يبقى الشخصية جزء منها ايه جسمي وده اللي قاله البرت اللي النفس جسمية جسمي جزء من الشخصية جميل احنا تانية ممكن احدد شخصية بالجانب الانفعالي اقول له فراني اللي كان معنا في المدرسة اللي كان دايما متنرفز النرفز على طول دوت انا حددت الشخصية بايه بجزء منها وهو الجانب الانفعالي هي الشخصية جانب الانفعالي بس طبعا لا لكن جزء منها انفعالي ممكن اقول له بشكل تاني اقول له زمنة اللي كان معنا في المدرسة اللي كان اسكى واحد في المدرسة في الطاقة في الفصل او في المدرسة اللي كان الاول على المدرسة خلي بالنا انا بكلم عن شخصية واحد مش كده بقول ايه اللي كان زكي يبقى حددت الشخصية بايه بالجانب العقلي السؤال هو طريقة التفكير والجانب العقلي هي الشخصية لكن جزء منها طريقة تفكيري جزء من الشخصية يبقى قولت الجانب العقلي والجانب الجسمي والجانب المفعالي طيب ممكن برضه في مرة تانية يقول له ايه فلان اللي كان معانا اللي كان ما شاء الله مصاحب نص المدرسة اللي كان اجتماع قوي انا بحدد الشخصية هنا ايه بحددها بعلاقته بالاخرين الشخصية هي علاقته بالاخرين يعني جانب الاجتماعي ما بقولش الجانب الاجتماعي بس لكن جزء منها الجانب الاجتماعي يوز انت كل شوات قولي مش بس مش بس مش بس اه الشخصية ليس الجانب الاجتماعي فقط ولا جسمي بس فقط ولا عقلي بس ولا انفعالي ولا بيئة أو بس لا ده عبارة عن كل ده وده اللي قاله جولدون ألبرت لما قال ايه لما قال ان الشخصية عبارة عن ايه عن تنظيم دينامي يعني كل ده بيتفاعل تنظيم ديناميك عن ايه ديناميك عن حركة يعني فيه تأثير وتأثر تفاعل تفاعل ايه بقى الجانب الجسمي مع الجانب الاجتماعي مع الجانب العقلي مع الجانب الانفعالي كل مع البيئة كل ده بيأثر في بعضه في الآخر يخرج لي شخصية معينة يبقى الشخصية عبارة عن تفاعل جوانب كثيرة جدا ستسميها محددات بالشخصية بتؤثر بتتفاعل مع بعضها البعض في الآخر تخرج لي شخصية الإنسان أصبح الآن عندنا تلات مفاهيم للشخصية مفهوم شايف للشخصية إنها مثير اللي بأثر في الناس وعلقنا عليه مفهوم تاني أو زاوية تانية تناولت الشخصية كأنها استجابة يعني رد فعلي أنا للمثيرات الحاولية طبعا المثيرات الاجتماعية الأفراد وعلقنا عليه آخر مفهوم للشخصية إن الشخصية عبارة عن إيه عبارة عن تنظيم دينامي ده آخر متوصل ليه العلماء أو آخر مفهوم عندنا في منهجنا التعليمي وده اللي توصل إليه أو من ضمن العلماء المقتنعين به ألبرت إن الشخصية تنظيم دينامي أنا بقى حقول إن فعلا آخر مفهوم للشخصية هو ده التعريف والمفهوم العلمي للشخصية يا أستاذي أنا هل ستقول لي إن آخر مفهوم بتاع ألبرت هو ده الشخصية وتعريفها العلمي علماء النفس عرفوا الشخصية بأنواع كتيرة جدا وتعريفات كثيرة كان مفهوم أو مصطلح لكن المهاج اللي بقول الأربط دوت قال التنظيم الدينامي وده اللي بقول أقرب بالصحة بشكل كبير جدا 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 طب يا سيد معلش طب المفهوم الأولاني والتاني هل هي مفاهيم خاطئة عن الشخصية هنقول إلى حد ما خاطئة يعني إلى حد ما يعني درجة أقول الشخصية مش درجة تأثير بالناس برضو درجة أقول إن الشخصية مش درجة تأثير بالناس الشخصية جزء منها تأثري جزء منها تأثيري لكن هل هي كده لا مش كده أدي التارك ما فيما عندي دي الشخصية وصلنا الآخر المفهوم بتاع ألبرت اللي إنه هو التعريف او المفهوم العلمي لو جاء في الامتحان بقى قال لتعريف البروت عرف عرف طب هو بقى في الامتحان جبل التعريب بتاع البروت واللي استخلص اهم الافكار من هذا التعريف يعني ايه اهم المستحاة هذا التعريف او الافكار او الحاجة اللي موجودة جواه مع بعضنا كده اول حاجة معنا ونخلي بالنا منها هنا بنقول لو انا هسلم مع البروت الشخصية التنظيم داخلي نلاحظ من هذا التعريف ملاحظات منه ما فهم منه اول حاجة الشخصية تنظيم داينامي يعني تنظيم داينامي يعني ان بناء الداخل للشخصية للفرض ليس تنظيما سكنا ولكن متفاعل ومنصق افهم كده كله بعد شوية جميل الحاجة التانية به اجهزته النفس جسمية يعني الشخصية اي ان الشخصية هي تكامل مكوناته الوراثية والجسمية والانفعالية في وحدة لا يمكن فصلها كم نحن قلناه منذ قليل ايه اللي نحن قلناه ان الشخصية عبارة عن تفاعل اجهزة مختلفة تفاعل اكثر من حاجة من ضمنها النفس جسمية طيب الحاجة اللي بعد كان نخلي بالنا نلاحظ ايضا من هذا التعريف ان الشخصية تملي على الفرض بمعنى ان جميع مكونات الفرض الداخلية لها دور توجيهي في تحديد سلوك الفرض المميز جميل الشخصية ايضا لها طبحها الخاص والمميز اي ان المظاهر السلوكية والفكرية للفرض مميزة وفريدة السلوك والفكر بمعنى ان كل ما يفعله يجعله قادرا على التحكم في البيئة والاحداث ايه معنى الكلام ده كله الجميل اوي ده اذا انا طلبا قلنا ان الشخصية لها مفاهيم كثير عرفنا كمسير كاستجابة كتنظيم داخلي وعرفنا بعض المختصراجات من هذا التعريف تنظيم داخلي قلنا بتأثر بشكل كبير لو سألت الطالب الان سؤال ممكن اجد انسان شخصيته تتطابق مع شخصية انسان تاني تماما هاي ده السؤال مرة تانية ده من سؤال امتحاني ده سؤال بس نفكر به نشغل دماغنا به نشغل زهننا هل ممكن اجد شخصية انسان شخصية انسان مش شخص شخصية انسان تتطابق مع شخصية انسان تاني تماما حتى لو كانوا توأم سيامي شاوعدين بالضبط ده سؤال الاجابة كتير من الطالب حيقول لي دلوقتي يا استاذ وبعض الناس يقول لي اه بعض الناس يقول لي لا بس انا متأكد الغريح تقول لي لا يا استاذ بس السؤال بتاعي بقى لا ليه لا ده بقى جابتنا هنا في الحلقة بتاعتنا او في برنامجنا اللي هي بقى ايه انا قلت منذ قليل شخصية كل انسان فينا عبارة عن تفاعل محددات كثيرة مجتمع بيأثر شكل جسم بيأثر في شخصيتي بيحدد شخصيتي طريقة تفكيري انفعالاتي مجتمعي كل ده بيأثر او بيتفاعل كون شخصية الانسان السؤال هل في انسان بقى يتطابق مع انسان تاني في كل ده يعني طريقة تفكيره وشكل جسمه ومجتمعه وانفعالاته وكل ده مع واحد تاني بالضبط هو هو لا الاجابة لا حتى لو كون تقوم سياني يعني تقوم سياني يعني شابه بعضين بالضبط يعني الشكل الخارجي واحد هي الشخصية شكل خارجي بس لأ طبعا ده جزء منها الخارجي يبقى شكل خارجي مش بس الشخصية ممكن بقى اجد انسان يقولي والله اساس كمان مكسح انا عندي فيه زميل اتنين تقوم شابه بعضين بالضبط السياني تقوم سياني بالضبط لكن ده مختلف عن ده ده هادي والطاني عصبي اه يبقى الشخصية انا ايه اختلفت اهو اذا يقول بقى ايه ملخص الكلام ده كله من اول خلق سيدنا ادم الى يوم القيامة مفيش انسان يتطابك مع انسان تاني خالص في الشخصية خالص وده اللي قاله البرت وده العلم يقول كده ان الشخصية لها طابع فريد ده مختلف عندها 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 مفيش حد زي التاني خالص في الشخصيته قد اتشابه مع غيري في بعض الايه السمات مع شخصين ثلاثة اربعة مع عشرمية مع الف لكن مع الباقي مش زيهم يبقى اصبر الشخصية ايه فريدة يعني مش حد زي التاني كل واحد طابعه المميز اللي بيحدد شخصيته اللي ايضا بيؤثر في تفكيره بعد كده الشخصية اللي سميها متحضرة ليه اصدف في التعامل مع الناس غير الشخصية الاخرى غير المتحضرة الشخصية الاجتماعية سامية في العلم الانبساطية غير الشخصية الانطوائية تفكير ده غير تفكير ده انفعلات ده غير انفعلات ده هنعرف الشخص المتشائم ده ده شخص انبساطي وسعد المرض العقلي ده سمياته غير ده خاصة ايسه غير ده سمياته غير ده ليه لان كل واحد دي شخصية فريدة يبقى اصبح البد بالفعل وصلنا ان الشخصية لها عدة سميات او عدة اشياء بتميزها ان لها الطابع المميز ان تتكوى من اكتر من محدد زي الجانب النفسي الجسمي زي ما التعريف قال نفسي جسمية ايضا الشخصية لها طريقة في التفكير ليست فقط بس تنظيم داخلي فقط ولكن ايضا طريقة في التفكير ده بالنسبة للمفاهيم التلاتة للشخصية الشخصية كمثير الشخصية كاستجابة الشخصية كتنظيم دينامي كما عرفها البروت وطلعنا من بعض المصطلحات نصل الان الى حتة مهمة جدا نظريات الشخصية نخلي بالنا في مصطلح اسم نظريات الشخصية ايه معنى كلمة نظريات نخلي بالنا يمكن العلم بتاعنا والعلوم عمتا كل مصطلح بيوضع في المنج له معنى كلمة نظريات يعني وجهات نظر العلماء في الشخصية تاني نظريات جمع كلمة نظرية ونظرية انتوا عارفينها في علم المنطق عبارة عن ايه زي العلم الاستنباطي اموره عقلية انا بدماغي او بتفكيري او وجهة نظري ان الشخصية كزا غيري شايفة انها كزا غيري شايفة انها كزا وجهات نظر بس تخلي بالن في بعض تلك وجهات النظر وصلتنا الى مفاهيم علمية للشخصية لنبعض دا سيقول لها سيوجهة نظر يعني اراء بقى الشخصية وانت قلت قبل كده والعلم بتاعنا بيقول والفلسفة بتقول والمنطق بيقول ان المفترض يكون العلم موضوعي يعني الاراء العلمية تكون سابتة مش مختلفة من فرض الاخر بالفعل احنا بنقول وجهات نظر بعضها وصل بالفعل الى السيمات العلمية للشخصية والبعض الاخر كان مجرد ارهصات او محاولات او بعض الاسهامات في معنى كلمة الشخصية يبقى الشخصية بالفعل تناولها علماء النفس او فيما بقى قبل الفلسفة بمفاهيم كثيرة هنا ما اصدقوا نقول احتلت الشخصية اهتمام الفلسفة العلماء والمفكرين منذ القدم في محاولة منهم لفهم الانسان وسوف نعرض بعض من هذه النظريات اللي تمت الشخصية من ضمنها نظرية الانماط نظرية التحليل النفسي نظرية السلوكية والنظرية الانسانية نمسك اولا عندنا دلوقتي نظرية الانماط كلمة الانماط معناها ايه الانماط معناها الاشكال او الانواع انا مش عادة الطالب معنا يحفظ لا الحمد لله من اول عام الدراسي مع الزمله جادت مع الطالب على الفهم والحبز فكلمة الانماط قدامنا عنها الانواع هنا يقول بقى ايه اقدم النظريات اللي حولت فهم الشخصية وتأسمها الى تقسيمات معينة هي نظرية العالم الاغريقي هيبوكراط العالم ده عمل ايه ربط ما بين الجوانب الفيسيولوجية والشخصية ربط ايه الجانب الفيسيولوجي والجانب الشخصي ايه معنى كلمة الفيسيولوجي كلمة الفيسيولوجي معناها وضعه في العضاء يعني عايز تقول لي ربط ما بين الجانب الجسمي والجانب النفسي اه الى حد ما يبرط بين الجانبين النفس والفيسيولوجي جميل العالم ده بيقولنا هناك عدة انماط او عدة اشكال او عدة انواع للشخصية نمسك وعندنا بقى كده نوع نوع منها ونخلي بالنا الانواع دي السيمة على الحسب ايه على حسب الخصائص الفيسيولوجية وايضا النفسية بعض ايه كده اول نوع عندنا وهو النوع النمط السودوي سمى كده الراجل النمط السودوي قدامنا السودوي عبارة عن ايه عبارة عن سمات مجموعة سمات اول نمط قدامنا النمط السودوي بقول ايه باطئ التفكير الشخص اللي هو شخصيته السودوية سمى كده هبقراط نمط سودوي او نوع من شخص ياسمه السودوي باطئ التفكير قوي الانفعال بيميل الى الانطواء او التشاؤم والاكتئاب ادي اول نوع عندي اسمه نوط الايه السودوي النمط النمط الصفراوي طموح وعنيد وجاد جميل حاد الطباعة وسريع الاستثارة والغضب النمط الدموي سهل الاستثارة سريع الاستجابة يتميز بالتفاؤل والمرح وايضا النشاط النمط البلغاني بطيء الاستثارة يغلب عليه الخمول والتبلد والانفعال نمسك بقى نمط من تلك الانطواء نقلب لنا كلمة نمط يعني شكل النمط الاولين قدامنا ايه السودوي هناخد النمط قدامنا عشان سوف نرجع مرة تانية شرحه ونرجعه مرة تانية على الشاشة اول نمط الايه السودوي عبارة عن ايه قالك التفكير بتاع بطيء انفعاله شديد يميل الانطواء والتشاؤم والاكتئاب ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان الانسان اللي هيبوكرات سماه شخصية سوداوية او نمط سودوي للشخصية عبارة عن انسان بطيء التفكير فكره بشكل بطيء عشان يعالج ايه مشكلة يقعد وقت كبير جدا انفعالاته جديدة جدا لان تفكيره بطيء لو حد مثلا دخل عليه في اللحظة دي اصبح انفعالاته جديدة انسان دايما متشائم عنده تشاؤم من كل ما نحاوله بعض الناس سبعا تقول لي يا استاذ الكلام ده انا شفته في نفسي احيانا شفته بعض الناس ما بيكلم على فكرة هنا الرجل اللي بيكلم بكراه على الشخصيات وانواحها وانمطها او اشكالها مش بيقلف مش قاعد عمولك بص والله الشخصية كذا انمطها كذا لا لا ده الراجل الكلام ده وجده في بكرات الكلام ده جابه عن طريق الواقع وده ده بالعلماء دايما طريق العلماء للوصول للحقاك مش بجرد واحد بيقول لوجه نظره مش اراء شخصية مش تأليف مش تخميل لا ده كلام واقعي يبقى الكلام ده بنجده عند بعض الناس عند بعض الشخصيات بعض الانماط النمط السودوي النمط التاني مع الشاشة نرجع للمرة تانية النمط الصفراوي قدامنا مكتوب طموح وعنيد وجاد حد الطباعة وسريع الاستثارة والغضب هنا يقول بقى ايه طموح وعنيد لكن طباعه الانفعالية حد جدا لانه عنده العند حيز يعمل حاجة لذلك اي حاجة توفق قدام طريقه يقف قدام على طول ليه هو حد الطباعة انا عايزة خالص دلوقتي كذا ما حدش نعم لو سمحتنا بذاكر هو ده الشخص الايه الصفراوي اسمه شخصية صفراوية الشخصية التانية او النوع التاني او النمط التاني النمط الدموي سهل الاستثارة وسريع الاستجابة يتميز بالتفاؤل والمرح والنشاط يعني دايما كده ضحوق متفائل عنده المستقبل ان شاء الله مشرق اه كل ده اي حد ممكن يصيره بسهل جدا يستصار بشكل سهل اخر النمط البلغامي باطئ الاستثارة يعني متبلد المشاعر زي انا بنقول كده متبلد المشاعر يغلب عليه الخمول والتبلد لانفعاله لو انك جاية ده هو متبلد ايه معنى الكلام ده معنى الكلام ده ان احنا عندنا الشخصيات انواع كثيرة اللي قالي الكلام ده عالم غريكي اسمه هيبوكراد ده عامل عاصل غريكي يعني اصحي تقول لي ان علم النفس عندنا من قاف مين قبل الميلاد كلام ده تعرف طبعا طالت تالت سنوية بتالي سر ويخط ان علم النفس لو بدايات اولى مع فلاسفة اليونان وبعد كده العلماء بعد ذلك و الى اخره الى وصل العلم بتاعنا الحديث فعندنا من اوما الانسان اتولد او اتخلق بيحاول يفسر سلوك الانسان اللي قدامه فمن دمن المحاولات اللي تمت في علم النفس لتفسير الشخصية كان نظرية او محاولة هيبوكراد في معنى الشخصية او مهم الشخصية وراجل حديده بايه باربع انواع او اربع انواع انماط للشخصية السؤال الان ممكن طالب اسأله انا هو سأل السؤال ده لنفسه لما انا قريت الكلام ده لانماط الشخصية وجدت ايه ان الانماط الاربع لقدامنا اللي هو قالها هيبوكراد انماط الصفراء وبلغامي وقدامه والسوداوي الانماط يقول الاشكال للشخصية واحد يقول يا استاذ انا سألت نفسي الله انا اي واحد من الاربع دول اي واحد قدامنا الان على الشاشة او قدام الشاشة او قدامنا في الستوديو اكيد سأل لنفسي السؤال ده انا انا واحد من الاربع طبعا خليبان بعض السمات اللي هو ذكرها هيبوكراد دي بعضها بس لا ده فيه قطب بعد كده بتقول الكلام ده قدامنا زارت ايه الانماط الاشكال كلها ده كل المخرجة بتاعتنا زارت ايه النماط السوداوي والصفراوي والدموي الى ايه الى اخره دي الانواع من النماط البلغامي من المتبلد الانفعال وانا برضو حد الطباعة لكن النماط الدموي مش عندي ولا سمة بينهم اجد واحد تاني يقول لي ايه والله انا عندي رقم تلاتة من النماط السوداوي بمين الانطواء تمام جميل لكن عندي جزء من النماط البلغامي وهو بطيء الاستثارة يبقى اللي اجد حاجده هنا ايه حاجده ان كل واحد قدامنا بدأ يحدد شخصيته في الاربع دول طبعا دي محاولة من العلماء النفس عملوه مش ده بس الانماط الشخصية ده جميل العلماء درس الشخصية وحاجده الانماط كده ان شاء الله هنخدها في الحالة اللي بعد كده انا عندي درسات الشخصية نظريات كثيرة جدا وكل عالم درس شخصية من زاوية معينة درسة من زاوية ايه او جانب معين ده جانب جانب ايه نفسي جسمي ده رجل هيبوكراط جميل السؤال الان اللي هو الطالب آه طبعا انا واحد من دول انا سوداو ولا ولا ممكن بعض الناس اليها سوداوي او صفراوي او بلغمي او واحد خد من ده على ده دموي صفراوي سوداو مثلا بلغمي ممكن اجد اه ان شاء الله هنرى بالحالة اللي بعد كده بإذن الله من الشخصية عندنا انوحة كثيرة جدا مفيش انسان شخصيته جمدة لا بناجد احنا قولنا قبل كده عبارة عن تفاعل تنظيم دينامي تفاعلي الى اخر المطاف يبقى نخلي بالنا عزقنا الطلبة ان الشخصية هي بالفعل تنظيم دينامي من الصعوبة تحديد شخصية كل انسان بشكل قاطع الشخصية عندنا بعد كده اذن الله ممكن تتغير اه ممكن تتغير بس من السهولة لا من الصعوبة عشان غير شخصية انسان اه ممكن اغيره لكن الموضوع ايه مش من الامر السهل مش من الامر الهين موضوع كبير اوي 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 لكن ممكن اه ممكن اه استاذ ذلك بنقول ان الانماط اللي تتقارها هيبوكراط دي ليست الانماط الوحيدة ليست النظرية الوحيدة عندنا ولكن هناك نظرات كثيرة جدا في انماط او اقسام او انواع او اشكال الشخصية النهاردة تناولنا مبعدنا البعض الشخصية ان العلماء بيقولوا الشخصية عندنا من ضمن انواحة او اشكالها كثيرة جدا زوايا العلماء تناولوا بيها الشخصية اختلفت ولذلك تناولوها باشكال مختلفة او بزوايا مختلفة فوجدنا منعرف الشخصية او تناول الشخصية كمفهوم مسير اخر كمفهوم استجابة الشخصية كاستجابة اخر توصلنا إلى نهاية المطاف الشخصية كتنظيم داخلي عرفنا الشخصية كمثير عبارة عن درجة تأثيري في الآخرين وعرفنا أن هذا التفسير أو هذا المعنى العلماء اختلفوا حواليه قلنا أيضا الشخصية كاستجابة لها برضو أن الشخصية هنا لها اختلافات لكن بنقول الشخصية مسير استجابة تنظيم داخلي النظريات عندنا كثيرة جدا ونقول الشخصية موضحها لم ينتهي بعد بإذن الله في حلقات قادمة نقمل مفهوم الشخصية ولكن في نهاية الحلقة دي أشكر زميلي سيد محمد حمد على إعداد تلك الحلقة